ايها العزاء السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في هذا اللقاء الجديد ابناء طلاب الصف التاسع ينتابع الحديث في هذه الوحدة عن تشابه المضلعات في درس اليوم سنخصص التشابه للمثلثات هذا موضوع هام يجب الاعتناء به في المرة الماضية قلنا ان كل الدوائر متشابهة وان كل المربعات متشابهة واليوم ونحن نتحدث عن المثلثات لابد ان نذكر ان المثلث المتطابق الاطلاع لاطلاع متساوية زواياه ايضا متساوية كل واحدة منهم ستين درجة ماشي الحال لو كبرنا هذا المثلث بنسبة معينة سنجد ان المثلث الجديد اضلاعه متساوية ايضا يعني اختبق الاطلاع بتالف ان زواياه متساوية ستينات كلها ستين درجة هذان المثلثان متشابهان اضلاعهما متناسبة اضلاعهما متناظرة متناسبة زواياهما المتناظرة متساوية يعني يبدو لنا ان المثلثين يتشابهان اذا كانت زواياهما المتناظرة متطابقة او اذا كانت اضلاعهما المتناظرة متناسبة اذا هنا لدينا شرطة ان تتساوى الزوايا المتناظرة في المثلثين وان تتناسب الاطلاع المتناظرة فيهما ولكن اذا توفر احد الشرطين يكفي هذا لتطابق المثلثين اذا اما الزوايا تكون متساوية اذا كانت تتناظرة او تتناسب الاطلاع وهذا يكفي بعكس المضلعات المضلعات كان يجب ان يتوفر الشرطان معا تساوي الزوايا المتناظرة وتناسب الاطلاع المتناظرة ايضا الى هذا المثال يقول هل المثلث الف با جيم الذي بين ايدنا الف با جيم يشابه المثلثين صادعين لنرى المتوفر لدينا والمعطى الزوايا في الف با جيم اعطينا الزوايا با خمسة وسبعين درجة والزوايا جيم خمسة واربعين درجة يقابل ذلك في المثلثين صادعين الزوايا صاد خمسة وسبعين وهي تناظر الزوايا با انظر هذه الزوايا صاد تناظر الزوايا با تناظرت الزاويتان وتطابقتان تطابقتان لما تساوت هذه خمسة وسبعين بالمعطيات وهذه خمسة وسبعين درجة الآن الزاوية جيم تناظر الزاوية عين أنا ما أعطيت الزاوية عين لكن أعطيت الزاوية سين لأن مجموعة الزاويتين هذول 120 درجة بقي لهذه الزاوية بالحسبة 60 من مجموعة زوايا المثلاث مجموعة زوايا المثلاث 180 درجة عرفنا منهم 75 و45 اجمع 75 و45 بعطيني 120 درجة من المية وتمانين بضل الستين تمام إذن هاي ستين وهي ستين ماذا بقي هاي 45 درجة إذن هذول الزاوية المتناظرة با تناظر صاد وتساويها ألف تناظر سين وتساويها في القياس جيم تناظر عين وتساويها إذن هذان المثلثان متشابهان المثلث ألف باجيم يشابه المثلث سين صاد إذن توفرت عنا حالة الزاوية والزاوية الثانية والزاوية الثالثة إذن تساوت الزاوية المتناظرة زين يعني زاوية وفي هذا المثال يقول بيّن أن المثلثين لام كاف هذا الصغير يشابه المثلثين صادعين هذا الكبير عما سنبحث الآن سنبحث عن الزاوية ماذا أعطانا السؤال أعطانا الزاوية سين لام كاف تساوي الزاوية لام صادعين طيب خلينا نفرز هذا المثلث هنا ماشي؟ نرسمه بهذا الشكل سين لام كاف تمام أعطينا هذه الزاوية لام تساوي الزاوية صام هذه تمام والزاوية سين مشتركة بين المثلثين نعطيها شكلا آخر غير المقطع هذه الزاوية سين موجودة في المثلث الصغير سين لام كاف موجودة في المثلث الكبير سين صادعين إذن عنا زاويتين طيب لو أتاني لنبحث عن قياس هذه الزاوية كاف نجد أنها تساو 180 ناقص هذه الزاوية وناقص هذه الزاوية تمام طيب بنفس الوضع احنا تحدثنا عن كاف لو لو جينا نبحث عن قياس الزاوية عين نجد أنها تساوي 180 ناقص الزاوية سين وناقص أيضا الزاوية صادعين يعني كما أننا تحدثنا عن كاف إذن الزاوية كاف تساوي الزاوية عين إذن توفر عنا الشرط أن الزاوية المتناظرة متساوية الشرط زاوية زاوية يعني تشابه المثلثان بتطابق ثلاث زوايا متناظرة إذن المثلثان متشابهة وفي هذا السؤال يطلب أن نثبت أن المثلث ألف با جيم يشابه المثلث دال ها جيم المثلث ألف با جيم يشابه المثلث دال ها جيم سنقوم بإثبات ذلك نبحث عن شرط الزاوية المتناظرة هنا لاحظ أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية بالتقابل بالرأس بالتقابل بالرأس أيضا ألف با يوازي دال ها طيب وألف جيم يعتبر قاطعا لهم إذن تكون عندي حرف زد لاحظ هذا بمعنى آخر فإن الزاوية ألف تساوي الزاوية ها بالتبادل تمام إذن هذا يصار عندي الزاوية والثانية لاحظ بقي الزاوية الثالثة الآن انظر إلى المستقيم القطع المستقيمة ألف با توازي القطع المستقيمة دال ها وبا دال قاطع لهما إذن تشكل عندي الآن هذا الوضع ليعطينا أن هذه الزاوية تبادل هذه الزاوية بين قطعتين متوازيتين إذن بيكون لهم نفس القياس إذن تحقق عندي أن كل زاويتين متناظرتين في هذين المثلثين لهما نفس القياس الشرق زاوية 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 إذن هذان المثلثان متشابهان وفي هذا المثال المطلوب أن نثبت أن هذين المثلثين متشابهان يعني المثلث سين صادعين هذا الصغير مع المثلث الأكبر ميم نون سين الآن نبحث عن شرط الزاوية المتناظرة أنها متساوية أم لا زين 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 يعني زاوية وزاوية وزاوية تساوي الزاوية الثلاثة المتناظرة تلاحظ أن الزاوية نون قائمة وصاد قائمة وهاتان متناظرتان في الوضع يعني قبل بعض هذول الزاويتين قائمتين إذن لهما نفس القياس كذلك الحال هذه الزاوية ميم سين صاد تساوي الزاوية صاد سين عين بتقابل بالرأس إذن صار عنا زاويتين هو الواقع أنهم بيكفوا الزاويتين حتى نقول إن المثلثين متشابهان ولكن للمرور بهذا الشرط إنهم ثلاث زوايا إحنا بنقول إن الزاوية ميم تساوي مئة وتمانين ناقص نون ناقص هذه الزاوية والزاوية عين تساوي مئة وتمانين ناقص صاد التي تساوي نون ناقص هذه الزاوية التي ساوت مقابلتها إذن توفر هذا الشرط زين 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 ثلاث زوايا متناظرة لها نفس القياس إذن المثلثان هذان سين صاد عين وسين نون ميم متشابهان سنحاول سنحاول نأخذ معنا نفس الشرط اللي هو التساوي الزاوية المتناظرة في المثلثين هنا في ألف باجين وسين صاد عين نلاحظ أنه لا يتوفر إلا زاوية واحدة اللي هي با تساوي الزاوية صاد وماذا عن باقي الزاوية لم يتوفر لدانا شيء الذي أعطينا إياه هو أطوال أضلاع ألف جيم خمسة باجين أربعة في المثلث الآخر سين صاد عين أعطانا سين صاد ستة أعطانا صاد عين يساوي تمانية ماذا سنفعل لابد من إيجاد للوهلة الأولى نقول نتحدث عن تناسب الأضلاع فلابد من إيجاد الضلع ألف با هنا والوتر سين عين في المثلث الأكبر صديقنا في ثغورس يقول إن ألف باجين هو من المثلثات في ثغورس يعني خمسة أربعة ثلاثة بالحسب احسبها تطلع ثلاثة الوتر سين عين ستة تمانية عشرة أيضا هذا سين صاد يعني ستة تمانية عشرة من المثلثات في ثغورس الآن نسينا الزوايا هل تتناسب الأضلاع سنرى الآن الأضلاع المتناظرة ألف جيم وتر يناظر الوتر في المثلث الآخر سين عين اقسم خمسة على عشرة أو إذا بتحب عشرة على خمسة تعال من سين صاد عين للمثلث الزغير بمشي الحال أو بالعكس إحنا صرنا بدين من الزغير للكبير خمسة على عشرة تساوي نص طيب شوف لي الآن الضلع ألف با يناظر الضلع سين صاد ألف با ثلاثة شوف الضلع الثالث باجيم أربعة نقسم على نظيره صاد عين اللي هو ثمانية أيضا تساوي واحد على اتنين نلاحظ أن معامل التشابه نفسه إذن هذان المثلثان متشابهان نعم إذن وجدنا أن هذين المثلثين تشابه بتناسب الأضلع الثلاثة ضلع وضلع وضلع هيصار عندنا شرطين ثلاث زوايا وتلاث أضلع في هذا المثال الموجود في صفحة 117 في الكتاب عندك المطلوب أن نجد طول الضلع سين لام وطول الضلع سين عين إذا علمت أن هذين المثلثين متشابهان هو يقول يفترض في السؤال أن هذين المثلثين متشابهان طيب ثم يقول في الطلب الثالث احسب محيط كل منهما بما أن المثلثين متشابهان إذن لهم نفس معامل التشابه معامل التشابه نأتي به من هنا لام عين على هاي لام عين على نون ها هذول ضلعين متناظرين احنا نكتبهم مباشرة ستة على اتناش إذن طلع معامل التشابه نص نقيس عليه الآن في حساب بقية الأضلاع كما يلي انظر إذن معامل التشابه كم طلع نص هاي معامل التشابه نص سنحاول الآن أن نجد سين لام سين لام بما أن لام عين يساوي نصف دال ها إذن سين لام يساوي نصف واو دال وسين عين يساوي نصف الضلع واو ها إذن سين لام نصف الخمستاش سبعة ونصف سنطي والضلع سين عين هو نصف الضلع واو ها إذن بساوي نصف الاربع وعشرين وهو اطنعش خلصت المسألة لكن بقيا مطلوب آخر اللي هو حساب محيط كل من هذين المثلثين احسب أنا عندي سين لام عين نجمع أطوال أضلع اطنعش وستة اطنعش وستة طمانطعش طمانطعش وسبعة ونص خمسة وعشرين ونص تمام ومحيط المثلث واو واو دالها هو خمستاش واثنعش واربع واربع اجمعهم ستة وثلاثين وخمستاش واحد وخمسين بمعنى آخر لو قسمت هذول المحيطين على بعض بعطيني واحد على اثنين اذا نفس معامل التشابه تمام في هذا المثال المطلوب ان ندرس تشابه المثلثين الف دالها والف باج الاف دالها فيه نرسمه خارجي هاي الف دال ه هذا في تسعة وهذا اطنعش سانط الاف 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 با جين ان في الضلاء ها دال يوازي جين با يعني الزاوية دال هذه هاي الزاوية تساوي الزاوية با بالتناظر والزاوية ها تساوي الزاوية جين بالتناظر ايضا والف مشتركة هذه الاف موجودة في المثلث الصغير الاف دال ها هذا اللي عنا وموجودة في المثلث الكبير الاف با جين تمام اذا توفر شرط الزاوية الثلاثة للتشابه طابعا اذا هذول المثلثين متشابهين طيب خلينا ندور على شغل اخرى في هذا الشكل الان لو حاولنا ان نجد تناسب الاضلاع المتناظر في المثلثين يعني الف دال تسعة يناظره الضلع الكبير الف با بمعنى اخر اني انا لو قسمت تسعة على تسعة زائد ثلاثة اطمعش هاي اطمعش شو بيطلع قسم على ثلاثة البسط المقام بيطلع ثلاثة على اربعة طيب منها خلينا نشوف الضلع الفها اطمعش قسمه على الضلع الف جيم اربعة زائد اطمعش ستتاش فصار عندي اطمعش على ستتاش يساوي قسم على اربعة الطرفين هاي اربعة ثلاثة وستعش اربعة اربعة نفس معامل التشابه ايش يعني يعني الزاوية الف ايضا هذا سر من الاسرار اللي شفناه في الشكل مثلا انه المثلثين بتشابه لوجود ضلعين متناسبين مع بعض وفي كل مثلث وزاوية محصورة بين هذان الضلعين مشتركة بينهما اذا ممكن ان نضع هذا الحال ونقول هذا جديد انه تشابه المثلثان بضلعين وزاوية محصورة بينهما ضلعين وزاوية ضلعين وزاوية المثلثان الف باجيم والف دالها متشابهان اذا معطى معنا انهما متشابهان وعطينا ايضا هذه الاطوال الموجودة على شكل الف دال سبعة دال با خمسة باجيم تسعة والف جيم ستة الان المطلوب ان نجد طول دالها وطول الف وطول جيم ه الان بما ان المثلثين متشابهان اذا اضلاعهما متناسبة اضلاعهم المتناظرة يعني الف دال على الف با يساوي دالها على باجيم يساوي ها ها الف على جيم الف تمام خلينا نعوض الان واحدة واحدة الف دال معلومة نعم الف دال بشيلها بحط محلها سبعة هاي سبعة هذا المقدار التناسب بالضرب تبادلي نجد ان دالها يساوي سبعة في تسعة على اطناشا يعني يساوي على تلاتة تلاتة على تلاتة اربعة واحد وعشرين على اربعة يعني خمسة ربع تمام هاي هادي خمسة ربع طيب نيجي لها الف ها الف معلوم لا طب جيم الف معلوم نعم ستة اذا بعمل هيك هاي ستة الان اربط هذه النسبة بسبعة على اطناشا وبشتغلهم لحالهم هين بقول ايضا بالضرب التبادلي ها الف يساوي ها الف بالضرب التبادلي ستة في سبعة على اطناشا هاي ستة في سبعة على اطناشا هاي واحد هاي تنين سبعة على اتنين يعني تلاتة ونص هادي مين ها الف ها الف ثلاثة ونص أي هذه ثلاثة ونص سانتي ماذا بقي من الستة لمين لها جيم بقي الستة اثنين ونص تمام خلاص الدرس اليوم أن المثلثين يتشابهان في إحدى الحالات الآتية إذا كان عندي الزوايا الثلاثة المتناظرة في كل من المثلثين متطابقة هاي أول شرط الشرط الثاني إذا تناسب ضلعان وزاوية محصورة بينهما ضلعان يتناسبان في المثلثين وتتساوى الزاوية المحصورة بين الضلعين والحالة الأخيرة إذا تناسبت الأضاع الثلاثة في هذين المثلثين وإلى لقاء آخر إن شاء الله